هل كان الحبيب يواظه على صيام يومي الاثنين والخميس جاء في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سرد الفطر يصوم الاثنين والخميس فدل ذلك على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما وقد كان لهذا السبب يصوم أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه يومي الاثنين والخميس حضرا وسفرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال له إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصوم من الجمعة يوم الاثنين والخميس قال إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصوم صيام داود وعن أنس بن سرين قال أتينا أنس بن مالك في يوم خميس فدعا بمائدته فدعاهم إلى الغداء فأكد بعض القوم وأمسك بعض ثم أتوه يوم خميس ففعل مثلها فقال أنس لعلكم إثنائيون لعلكم خميسيون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ترجمة نانسي قنقر